الطاقة العامة لبرج الميزان بالفترة الحالية ده اشوف انه انت بانتظار اتخاذ قرار او خبر صار لك فترة متأخر عليك اه هذا القرار او الخبر ممكن يكون على الصعيد العاطفي او ممكن يكون على الصعيد المادي حتى ده اشوف هذا الخبر اللي انت منتظره راح يوصلك بالفترة الجاية ممكن تكون صار لك ثلاث اسابيع منتظر هذا الخبر او ثلاث شهر وتقريبا صارت عندك طاقة تي اس من عنده ده تفكر انه هذا الشخص اذا كان شخص تواصل او حتى اذا كان موضوع عملية انت قربوا تي اس منوصل هذا الخبر اليك بس ده اشوف انه هذا الخبر بالفترة القادمة راح يوصلك وعلى الصعيد العاطفي ده اشوف عندك بعض المخاوف او التردد او نوع من التشويش عدم الوضوح اتجاه شخص ممكن يكون برج العدراء احنا طالق يمي برج العدراء ممكن يكون شخص موجود بحياتك من برج العدراء انت بالفترة الحالية اه هذا الشخص منسحب او مبتعد عنك صار لفترة ده تحس انه اكو بي تغيير معين فهذا الشي مسبب لك عدم موضوع وعندك نوع من التشويش بالفترة الحالية تجاه هذا الشخص ده اشوفه هايدا تفكر تريد تعرف شنو سبب انعزال هذا الشخص عنك فجأة وممكن يكون معاطفي ممكن حتى يكون شخص وياك بالعمل وهذا البرج ما لتفع انت اللي قاعد مثل اللي قاعد دور بالفترة الحالية وراء او ده تحاول تعرف عنه اخبار معينة هاي جينا على الطاقة العامة نظرة سريعة خلونا هسا ندخل بالتفاصيل الاكثر على جميع الاصعدة على الصائد الماضي برج الميزان الناس اللي هما عدهم عمل يعني هما عدهم شغل وهذا الشغل موجود باديهم هما وماكو احد يرأسهم ده اشوف بالفترة الحالية عندك نوع من القلق او المخاوف انه انت تخسر هذا العمل بالفترة الحالية عندك مخاوف اتجاه خسارة معينة بالعمل ممكن حتى يكون عملك نفسه انت مليت من عنده وتريد تغير مكان عملك عندك نوع من القلق عندك نوع من الروتين والعمل ما قاعد يتقدم وباقي بمكانه نفسه وهذا الشيء ايضا طلعوا ايايا حتى بالتحديات اللي ممكن تواجهك بهاي الفترة ممكن تكون قاعد تبدل مجهول بالعمل اللي انت موجود به حاليا بس النتائج اللي قاعد اتحصلها من هذا المجهود مو متقدر تعبك مو التعب اللي انت تتعب بهذا الشغل يجيب لك القدر اللي المفروض يكون ارباح اليك من ناحية التعب اللي انت التعبة ده اشوف عندك تعب هوايا بالشغل بس ما قاعد تاخد حقك عندك ظلم بموضوع العمل هاي اذا انت يعني عندك عمل ممكن يكون عندك اكو شخص بالعمل متسلط او حتى اذا كان مديرك بالعمل ده اشوف هذا الشخص امتعبك هوايا بالفترة الحالية وده يضغط عليك وهوايا امور هذا شخص من النوع اللي منضبط جدا ونفس الوقت ما ينطي اعذار ولا حتى يهتم لظروف اللي ممكن تكون موجودة عند الناس اللي تشتغل جوا ايده اذا كانت انت موظف فده اشوف عندك تعب من خلال شخص صلطة اكبر من صلطتك بالعمل للنساء البعض من عدكم ممكن يكون هذا الشخص المدير اللي بالعمل عنده مشاعر اتجاهك او انت حتى عندك مشاعر اتجاهه وهذا الشي مسببلش نوع من المخاوف والقلق اتجاه هذا الشخص واتجاه خسارة عملات ممكن يكون هذا الشخص قاعد يسبب لش نوع من المضايقات بالفترة الحالية فانت باقية ما بين انه انت تحافظين على شغلك او انه انت تصدين هذا الشخص ولهالسبب عندك مخاوف انه انت خسرين شغلك بسببه لانه هذا المدير ممكن يكون عنده طاقة تلاعب شوية عموما على الصعيد العملي لبعض من عدكم دا شوفوا عنده تغيير بعمل ممكن بعض منكم يكون خسران عمل صار لفترة او انه هو بالفترة الحالية على وشك انه هو يترك عمله دا شوف اكو عرض عمل جديد وهذا العرض مالي العمل الجديد اللي راح يجيك خلال هذا الشهر راح يكون عرض مستقر وثابت يعني اذا شنتوا داوموني بشغل اهلي فراح يصر هذا الشغل يعني تعيين حكومي جعدكم وتعيين ثابت يكون لانه دا شوف اكو شغل مستقر عدكم راح يصير بالفترة الجاية راح تستقرون بي بس انتو عدكم نوع من الملل ومن التعب من هذا الشغل اللي انتو به حاليا دا اشوف اوضاعكم على الصعيد العملي امتعبكم العملي هواية بهاي الفترة وهواية الشايلين هما ونفس الوقت ما مرتاحين بالشغل اللي انتو بي عدكم نوع من الروتين ونوع من الملل بهذا الامل على الصعيد اذا صحي دا اشوف البعض من عدكم تشان مارب ازمة صار لفترة ممكن يكون مريض ممكن يكون حتى داخل مستشفى بس بالفترة الجاية دا اشوف عنده شفاء او انه هو بالفترة الحالية بلش انه يشفاء ممكن يكون هذا الوضع مو قولكم الشخص موجود من العائلة ممكن دا كنتو يعني متزوجين يكون طفل او حتى شريك او دا كنتو متزوجين ممكن يكون من الاهل المهم دا اشوف اكو مساعدة الشخص مريض ودا اشوف اكو شفاء اكو خبر حلو على الصعيد صحي راح تسمعونا بالفترة الجاية ممكن حتى يكون لبعض النساء حمل مفاجئة راح يصير عندك بالفترة الجاية راح تكتش فينا نجي شوية انركز على تفكيرك بالفترة الحالية يا برج الميزان دا اشوف تفكيرك بالفترة الحالية بالنسبة للعزاب الاغلبية من عدكم وحتى المرتبطين دا اشوفكم دا تفكرون انو خلاص حان الوقت انو انتو تستقرون يصير عندكم نوع من الاستقرار بالعلاقة كالزواج البعض من برج الميزان دا اشوفه بهاي الفترة غالبة علي طاقة الاستقرار طاقة المنزل طاقة البيت الهدوء البعض منكم عنده امني يمبالي ردي حققها تجد خص موضوع زواج للعزاب دا اشوف اكو بالفترة الحالية عدكم عرض زواج وانتو هذا العرض قاعد اتفكرون بي صار لكم فترة والبعض من عدكم ممكن يكون ما مقتنع بهذا الموضوع تماما البعض الثاني دا اشوف انو اكو عدكم امنية لتفكرون بيها ببالكم بالفترة الحالية شاغلتكم وتخص موضوع زواج ممكن يكون من الشريك بس وتحسون انو هاي الامنية لازم تتحقق وقاعد تدعون حتى تحصلوها عدكم نوع من الرضا السعادة الداخلية ولكن اه يعني دا اشوف موضوع الزواج بالفترة الحالية راح يكون مجرد كلام وبداية الفين وعشرين اكو موضوع زواج راح يصير هاي بالنسبة للتفكير لبعض منكم اللي مرتبطين مليتهم من العلاقات اللي مريتوا بيها وهاي العلاقات ما بها نتيجة وما قاعد توصل للمكان يعني مجرد علاقات عابرة تقضون بها وقت وبعدها تخلص او تنصدمون انتو بنهايتها فدا شوف عدكم طاقة ملل من هاي العلاقات دا تبحثون على شخص يكونوا ياكم جدي بالعلاقة الشي اللي دا تدورون بهاي الفترة شخص جدي يدخلوا ياكم يكون علاقته بيكم جدية توصل الى مرحلة الزواج هاي دا احتي على التفكير برج الميزان بصورة عامة المتزوجين دا اشوف انو انتو مريتوا بمشاكل صار لكم فترة بالبيت بسبب اطراف خارجية وممكن تكون من العائلة او حتى ممكن يكون كان اكو زعل بينكم وبسبب موضوع طرف ثالث الطرف الثالث مثل ما اوضح كل مرة ممكن يكون شخص من الاهل هو دا يعق العلاقة اللي بيناتكم او يسبب لكم مشاكل يدخل بها او ممكن البعض الثاني منكم يكون يعني طرف ثالث يكون خيانة بس بكل الاحوال دا اشوف الطرف الثالث اللي كان موجود ببيناتكم للمتزوجين اه طالع من العلاقة بالفترة الحالية ودا اشوف اكو مصالحة واكو عودة للمنزل اذا شنتوا تاركين المنزل يعني الناس اللي متزوجين فدا اشوف اكو عودة اكو رجوع واكو صلح واكو استقرار راح يصير بالبيت اكو استقرار للمتزوجين من بعد مشاكل جتوا مارين بيها ازمات صار لكم فترة دا اشوف اكو رضا شوية اكو سعادة داخلية راح هتصير ممكن يكون عندكم خبر حلو فرحة بالبيت راح تحتفلون بيها او جمعة عائلية راح تصير بهاي الفترة هسا نجي على الوضع العاطفي البعض منكم يا برج الميزان شوية ركزولي على الوضع العاطفي للمرتبطين والمنفصلين راح احجي هسا البعض منكم يا برج الميزان دا اشوف انتو اخذتوا قرار انه تنهون العلاقة بشخص انتبهولي من راح اقول لكم على الابراج اللي ممكن تتعاملون وياها ممكن البعض منكم يتعامل ويا شخص برج العذراء مثل ما قلت لكم اول الفيديو ممكن يكون برج جدي وايضا الطاقة النارية موجودة ممكن يكون قوس او اسد او حتى حمل لان ورقة الحمل مقلوبة فدا اشوف انه برج الميزان ممكن تكونون يهيدوا علاقتكم بشخص من احد هاي الابراج او عادي حتى اذا ما كان برجة بس القراءة تنطبق مهم الابراج الابراج بس تأكيدا البعض الناس اللي طاقتهم تكون واصلة حتى يتأكدون انه القراءة تنضبط عليهم مية بالمية من خلال الابراج فدا اشوف انه برج الميزان انتو مريتوا بخسارة عاطفيا بالفترة السابقة نهيتوا علاقتكم بشخص هذا شخص كان من النوع اللي متكبر شايف نفسه متسلط ومسيطر بالعلاقة من النوع اللي يفرض سيطرته بالعلاقة وهذا شخص علاقتكم بيه ما كانت مستقرة وانتو عدكم احساس انه هذا شخص يكون متلاعظ هذا شخص ممكن تكون صار لكم سنوية او انه موضوع الزواج بينكم صار لسنة مفتوح بس هذا شخص دائما دي اجل بهذا الموضوع دائما اكو احباط دائما اكو تأخيرات دائما يقول لكم انه يحكو ايكم اشياء بس هاي الاشياء مدى اشوفه حقيقية صادقة ممكن يكون هذا الشخص كاذب لبعض ومنكم ممكن يكون اكو طرف ثالث بينكم موجود بالعلاقة اذا ما كان برج الميزان نفسه هو بالفترة الحالية انت طاقتك طاقة علاقة ثلاثية اذا ما كانت انت صاحب هاي العلاقة الثلاثية العلاقة الثلاثية طبعا انه انت تكون تفكر بشخصين او انه انت يعني يتحشو شخصين بنفس الوقت فاذا اشوف انه وضع العلاقة الثلاثية راح ينتهي بهذا الشهر راح تخرج احد الاطراف الداخلية او انه هو شخص نفسه من احد الاطراف هو راح يطلع من العلاقة يصير ببناتكم من قطاع بالتواصل تنتهي علاقتك بي المهم يعني بكل الاحوال دا شوف اكو خسارة انت مريت بيها اكو شخص فقطه طلعته من حياتك نهيته العلاقة بي وهذا الشخص انت من بعد ما نهيته العلاقة بي دا شوف ما عندك نوايا انه انت تدخل بعلاقة جديدة لانه هذا شخص تعبك هوايا وكان متلاعب ومن النوع اللي ما يفكر بعواقب الامور ولا حتى يفكر للبعيد تفكيره هذا شخص محدود يعني هو داخل العلاقة بتلاعب وانتوا اساسا البعض منكم يعرف انه هذا شخص متلاعب بس هو كان ناوي انه ينطي فرصة البعض منكم هاي الازمة سببت لانعدام بالثقة والبعض الثاني دا اشوف حتى انه الموضوع الاهل ممكن عرفو بي او الاصدقاء فانحطه بموقف صعب بسبب هذا الشخص من بعد ما انتهت العلاقة ممكن يكون شان وعدك بموضوع زواج وانت حشيت وقلت بس بعد هالموضوع فجأة يعني اختفى هذا الشخص او انه قل لك شان نقول يعني اعذار وكذب اكو كذب هوايا عد هذا الشخص فانت منك تشفت انه علاقتك بما راح توصل للمكان وعلاقة مو طويلة الاجل قررت انه تنهي العلاقة او راح تقرر انه انت تنهي العلاقة بالفترة الجاية لانه التحدي اللي قدامك هو علاقة انت تعرف انه هي مو طويلة الاجل والنتائج مالتها ما راح توصل للمكان وانت استثمرت بهاي العلاقة ممكن تكون صار لك سنين ويا هذا الشخص او حتى استثمرت مشاعر ممكن هوايا ضحيت له هوايا صبرت عليه وهوايا تحملته ولكن هذا كله بالاخير طلع بدون فايدة هيكي تعبك راح يعني لها السبب ده شوف انه انت راح تتخذ قرار بالفترة الجاية تطلع هذا الشخص من حياتك اللي عنده طاقة تلاعب مو طبيعية هذا الشخص حتى عنده نوع من الابتزاز العاطفي ممكن يعني يغلط بحقك ومنه تعاتبه وراح يحكي وياك يقوله بالموضوع عليك ويخليك تحس بذنب لان انت راح تعاتبته على الغلط مالته ويخلي الغلط موجود به كده شوف انت تعاني من الفصال من هذا الشخص اللي عنده نوع من الدراما كوين يعني دائما يقلب المواضيع الصالحة مهما كان الوضع هو راح ينقلبه صالحة بالاخير حتى لو كان هو الغلطان انت ما تقدر تلزم علي غلط فده اشوف انه انت هذا الشخص المتلاعب للمنفصلين ممكن يكون دخل بحياتكم من بعد خسارة انفصلتوا انتو عن شخص فبالفترة الحالية قاعدة تفكرون بالشخص القديم اللي كان موجود بحياتكم وده تقارنون ببيناتهم لانه ده اشوف احتمال البعض من عندكم تكون خسارة شخص بسبب هذا الشخص المتلاعب ولهالسبب انت عندك نوع من الفرصة ضائع ده تحس انه اكو شخص شان موجود بحياتك فرصة وضعت من ايدك ضيعتها ممكن تكون انت اساسا ضيعت علم ودهواية فراص اجدتك زينة بس انت مقابلت بها في سبيل انه تنتظر هذا الشخص بس هذا شخص بالاخر يعني اكتشفت انه هو مقد المسئولية ولا نوايا وياك نوايا حقيقية وجدية هو مجرد ينطي اعذار ده اشوف هو مشاعره بالفترة الحالية اقول بعض من عندكم صاير تجريح بالكلامة بينكم وبينه او انتو ناوين انو تقطعون علاقتكم بهذا الشخص فدا شوف اه هو بالفترة الحالية يريد يجي يحكي وياكم بصورة سريعة مندفع جدا يعني هو عنده طاقة تسرع طاقة اندفاع عالية فنوايا انه هو يجي يرجع يدخل بالعلاقة بيناتكم او يحاول انه يرجعلك ولكن بعد الرجوع النوايا مالته انه هو يبقيك بهذه الطاقة طاقة التأخيرات طاقة الاحباط يعني هو راح يرجع همينه يوعدك انه هو يحل الامور او انه يصير ببناتكم زواج او انه هو يصير احسن ولكن يبقى عنده طاقة التأخير وطاقة الاحباط نوع من الكذب يبقى موجود عنده فهذا شخص هو نواياه بالفترة الحالية انه يأجل كل المواضع اللي بينكم وبينه ويأخرها هو بس دا يحاول انه يكسب وقت انت اساسا التحدي اللي يقدامك انه انت تخلي حد لهذا العلاقة لانده اشوف هذا الشخص عنده تلاعب كبير يعني طاقته جبارة كلش متلاعب وكاذب ويقدر يسيطر على عقل الانسان يقدر يستخدم العواطف يبتزل الانسان بعواطفه من ناحية العواطف يدخل للشخص ويحصل على شي اللي هو يريده فبالفترة الحالية دا اشوف انت اما قاعد دا تفكر بشخصين شخص منهم هذا المتلاعب وشخص الثاني هو دا تحس انه هو فرصة وضاع من حياتك او انه انت ممكن تكون هذا الشخص يعني هو من الماضي وراجع دا يحاول يرجع بحياتك فعندك طاقة علاقة ثلاثية دا اشوف بالفترة الحالية اكو علاقة ثلاثية واحد الاشخاص اللي موجودين بهاي العلاقة عند النوع من هذا التلاعب قلتلكم ممكن يكون برج الجدي ممكن يكون برج العذراء او ممكن يكون برج القوس او الاسد او حتى الحمل اللي هنا هم موجود عندي يعني الطاقة اللي موجودة طاقة ترابية وطاقة نارية فاما عذراء ثور جدي او عقرب او قوس حمل واسد فده اشوف انه الوضع العاطفي بهاي الفترة شوية محتاج من عندك وقفة محتاج من عندك يعني عزم انه انت تقدر تخلي حد لهذا الوضع والكركبة اللي موجودة بحياتك عدم الوضوح والتشويش وعدم اتخاذ القرارات انت لازم تاخذ خطوة بالفترة الجاية انه انت تتخذ القرار الصحيح بخصوص هذا الشخص او بخصوص الاشخاص اللي موجودين بحياتك البعض منكم ممكن يكون هو كاشف علاقة ثلاثية بهاي الفترة ولها السبب هو قاعد نهى العلاقة بهذا الشخص المتلاعب بس هذا الشخص المتلاعب ده اشوف اكو تواصل بينك وبينه راح يصير خلال هذا الشهر وراح يصير ببناتكم بتجريح بالكلام اما انت راح تجرح بالكلام او هو راح يجي تجرحك بالكلام لانه ده اشوف عنده طاقة تعصب يعني ممكن هذا الشخص لانه انت تركت صغيرة عندها هاي طاقة طاقة الهجومية فدا شوف اكو تواصل سريع راح يصير وياك وهذا التواصل راح يصير يعني مو تواصل بنا راح يكون بيه تجريح التحدي اللي قدامك يا برج الميزان هذا الشهر التحدي اللي قدامك ممكن يكون عملي وممكن يكون عاطفي راح اقول للكم على الصعيد العملي معناه وحقول للكم على الصعيد العاطفي على الصعيد العملي ده اشوف انه انت بالفترة الحالية عندك ملل من الموضوع العملي مثل ما قلت لك بالبداية انت بعمل صار لك فترة تتعب 80% وتحصل احتمال الارباح اللي تجيك من عنده فقط 20% فبالفترة الحالية انت هذا العمل ده تشوفه انه مو رؤية طويلة الاجل هذا العمل مو الشي اللي انت تدوره نفس الوقت ده اشوف عندك طاقة متاعب وده تبدل هواية مجهود ولكن هذا العمل مقاعد يوصل المكان فبالفترة الحالية التحدي مالتك انه انت تتخلص من عمل تعرف انه هو مو شي طويل الاجل لك وتبلش بمشروع جديد التحدي اللي قدامك هذا العمل شلون راح تقدر تتجاوزه او شلون راح تتخلص من عنده لازم تفكر بعقلانية بهاي الفترة لازم تأتخذ خطوة جريئة ممكن حتى اه يعني ما كمانع انه تاخذ استشارة من شخص فاهم تخليه يساعدك انه انت تلقى عمل جديد لازم تتخلص من هذا العمل اللي متعبك وما قاعد تاخذ بيه مجهود انت تعرف انت نفسك عندك ادراك بالفترة الحالية وراح يصير عندك ادراك انه هذا العمل متعب ومو طويل الاجل مجرد النتائج مالته ومو النتائج اللي مرغوبة انت بديت يعني تحس انه تعبك قاعد يروحي شي على الخالبة لاش فدا شوف انه لازم شلون تتجاوزه لازم تخلي حد لهذا العمل اذا كان عندك ملل منه وتعرف اترك هذا العمل وبلش تدور على عمل جديد والفرصة الثانية موجودة اما اذا كان على الصعيد العاطفي فدا شوف انه انت بعلاقة بالفترة الحالية قاعد اتفكر بيها بعقلك يعني قلبك هواية بمشاعرك وتارك عقلك بالفترة الجاية دا اشوف انه هاي العلاقة اللي انت بيها تعبت بيها هواية وضحيت بيها وقاعد تنطب بيها قاعد تحاول انه تبني علاقة بس هاي العلاقة ما قاعد توصل للمكان اللي انت تريده وما قاعد تتقدم دائما في تراجع وحتى الشخص اللي انت قاعد تتعب وتنطي مشاعرك وتعبك وتضحياتك الى بدا تحس انه هو ما قاعد يقدر او ما يستحق هذا الشي نفس الوقت لا شوف احتمال تكون اكو بيناتكم اختلافات هواية بينك وبين هذا الشخص فتفكيرك بشكل مفرط بالعاطفة ام خليك اه ما تشوف السلبيات وما عندك ادراك انه هاي العلاقة شنو حقيقتها ما قاعد تقدر تشوفها على حقيقتها بسبب التفكير العاطف اللي موجود فيه شون تقدر تتجاوز هاي العلاقة النصيحة تقولك انه اترك التفكير العاطفي لانه هو اللي مشوه الادراك عندك هو اللي ما داي خليك تعرف تتخذ قرار بخصوص هاي العلاقة ولا تشوف الوجه الثاني الها او الوجه الحقيقي التحدي اللي قدامك انه انت تقطع علاقتك بشخص متلاعب والعلاقوية مو علاقة طويلة الامد ولا راح تدوم هي مجرد علاقة وقتية وتنتهي ومجرد تاخذ منك وقت وتعب ومجهود رغم انه انت بالفترة الحالية داي شوف عندك القدرة انه انت تشتغل عليها وتتساهم بخطوات بس العلاقة ما قاعد تتقدم من طرفه فالتحدي اللي قدامك انه انت تقطع هذا الشخص المتلاعب اللي موجود بحياتك او راح يرجع يبلش يظهر بحياتك بالفترة الجاية تخليه لحد وتقطعه من حياتك بالنسبة لنقاط الضعف اليك يا برج الميزان نقاط ضعفك هذا الشهر راح تكون انه اكو سر انت خايف ينكشف نقطة ضعفك سر انت خايف ينكشف دا اشوف بالفترة الجاية هذا سر راح ينكشف ونفس الوقت دا اشوف انه عندك بعض المخاوف والقلق والاوهام وحتى كوابيس بالليل بسبب موضوع معين انت دا تفكر به او حتى ممكن يكون اتجاه شخص من برج الحوت ممكن تكون قاعد تفكر بشخص من برج الحوت وهو نقطة ضعفك بالفترة الحالية ممكن يكون هو نفس هذا الشخص المتلاعب ايضا برج الحوت هنا انا ظاهر يمي قبل ما ينتهي الفيديو راح اقولكم كل الابراج اللي موجودة حتى تشوفون اذا ابراجكم موجودة ابراج الناس اللي تعرفوهم موجودة فنقاط ضعفك هي المخاوفك وقلقك لازم تتغلب عليها بهاي الفترة لازم تتخذ قرارات جدية تحاول انه تكون قوي اما بالنسبة لنقاط القوة اللي لازم تشتغل عليها بهاي الفترة ترجمة نانسي قنقر